تحدث إلي من باريس المحالل السياسي ميشيل أبنجم وذكر بأنه هناك أمل فرنسي من أن هذا الحادث قد يعيد للحكومة اللبنانية تصور بأن تغير من سياستها أو مبادئها ما الذي تعتقده هل هذا وارد؟ يعني يا سيدتي دعيني أولا أن أحيل إلى الكثير من التعليقات التي سمعناها بالأمس من العديد من عواصم العالم ومعظم هذه التعليقات ركزت على تقديم المساعدة للشعب اللبناني وليس للحكومة اللبنانية وفي ذلك تعمد واضح للقول بأن المجتمع الدولي نعم مصر على مساعدة الشعب اللبناني ولكنه باستثناء لربما فرنسا لم يغير رأيه في إمكانية تحول ما في أداء الحكومة اللبنانية على ماذا يراهن هنا سيد بقمان؟ يعني هنا دعيننا نتصارح بشأن الموقف الفرنسي الذي ما يزال مصرا رغم كل النكسات التي يصاب بها أن يبقى بين هلالين وسطيا في تعاطيه مع المكونات السياسية اللبنانية وأعني بذلك تحديدا حزب الله ففاقد الشيء لا يعطيه وهذه الحكومة أثبتت بالدليل القاطع بأنها غير قادرة على التحرك من تلقاء نفسها وأنها تربط مصير لبنان ومستقبل اللبنان وأمن اللبنانيين بالأجندة الحزب اللهية الإيرانية وبالتالي فأظن بأنه من المستبعد أن نشهد تغيرا مشهديا في علاقة المجتمع الدولي بالحكومة اللبنانية من جراء هذه الكارثة النكبة بذكرك حزب الله سيد لقمان أعتذر عن المقاطعة لكن في هذه التفصيلة بذكرك حزب الله كان هناك كلمة مرتقبة لحسن نصر الله اليوم أجلت بعد تداعيات الانفجار هل في تقديرك تفسير لماذا يعني هناك تفسيران للموضوع هناك تفسير حزب الله يقول بأن أمين عام حزب الله يشارك في الحداد فيصمت ولكن هناك تفسيرات أخرى بأن حسن نصر الله لا يريد أن يستجر على نفسه من خلال أي تصعيد سواء في الموضوع الإسرائيلي أو في موضوع المحكمة الدولية مزيدا من الحنق ومن المرارة في صفوف اللبنانيين وأن حسن نصر الله بتوسله أو لواذه بالصمت إنما يهرب من مواجهة استحقاق هو شريك في حدوثه فاليوم التناقض الرئيسي في لبنان هو بين قيام دولة عادلة وقوية وبين من يمنع قيام هذه الدولة وكلنا يعرف بأن حزب الميليشيا حزب إيران حزب الله في لبنان هو من يمنع قيام الدولة هو من يحمي الفساد هو من يوزع المغانم وبالتالي يعني كلنا يعرف بأنه طالما بقيت المعادلة على هذا النحو فلا أمل يرجى من هذه الحكومة ولا من رئيسها ولا أمل يرجى من رئاسة جمهورية ولا من مجلس نواب ولا غير ذلك دعيني أختم فأقول بأنه ما تشهده بيروت ولا أقول الحادثة الجريمة التي ارتكبت في بيروت وهي جريمة متمادية باعتبار أن الكثير منهم ما زالوا مفقدين وأن القتلى ما زالوا يرفعون من تحت الأنقاض وأن الكثير من الأبنية كما يردنا الآن تتصدع وتوشك بالهبوط هذه الجريمة بكل بساطة بحاجة إلى المحاسبة عليها محاسبة سياسية وليس محاسبة جنائية تقنية فقط نعم هناك من استفاد من الفساد ولكن هناك من غض النظر عن هذا الفساد لأنه كان شريكا في استعمال هذا المرفق أعني مرفق بيروت لغايات لا تخدم بأي حال من الأحوال مصالح اللبنانيين لقد شهدنا خلال الفترة الماضية صدور العديد من التقارير التي حذرت اللبنانيين بأن معابرهم البرية والجوية والبحرية يعني خاضعة لسيطرة ميليشيوية وأن هذا الأمر قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة وأظن بأن ما جرى بالأمس كان أحد هذه التداعيات شكرا جزيلا لكل هذه الإضاحات كنت معنا من بيروت سيد لقمان سليم المحلل السياسي شكرا جزيلا لحضرتك شكرا جزيلا لحضرتك شكرا جزيلا لحضرتك شكرا جزيلا لحضرتك شكرا جزيلا لحضرتك